وفي الصفحة السياسية نصب مساء أمس أعضاء المكتب الاستشاري لنساء الحركة الوطنية للإنقاذ كان ذلك بحضور الرئيس الوطنية لتجمع نساء الحركة مريم أحمد جميل ونائب الأمين العام لحزب الحركة زكريا أحمد الحسين النور يوسف والتفاصيل شهد قصر الخامس عشر من يناير تجمعا نسويا كبيرا من قبل مناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ في طليعتهن الرئيس الوطنية لتجمع نساء الحركة الوطنية للإنقاذ مريم أحمد جميل وعدد كبير من القادة السياسيين لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ كان الاجتماع بغرض تنصيب أعضاء المكتب الاستشاري الوطني لتجمع نساء الحركة الوطنية للإنقاذ الذي يتكون من 2930 عدوة يمثلنا جميع أقاليم البلاد ويعمل المكتب الاستشاري لنساء MPS تحت إشراف المكتب الوطني لتجمع نساء الحركة الوطنية للإنقاذ جاء تكوين المكتب الاستشاري بعد الجمعية الأممية الأخيرة التي نظمها المكتب الوطني لتجمع نساء الحركة الوطنية للإنقاذ كي يشاركنا جميع النساء بالبواد والأقاليم في النضال السياسي الذي تقوده المرأة الشادية من أجل السلام تعاقبت المداخلات جلها تدور حول الإنجاز الذي حققته المرأة الشادية في الانتخابات الرعاسية لعام 2016 المنصر مريم أحمد جميل الرئيس الوطنية لتجمع نساء الحركة الوطنية للإنقاذ أبانت خلال خطابها بأن المرأة الشادية وقفت وما زالت تقف خلف الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو مؤكدة بأن عبر هذا المكتب الاستشاري يشاركنا جميع النساء بصوت واحد من أجل الوحدة والسلامة من ناهيتها ماجيديان جاباريت ممثلة سيدة البلاد الأولى حند ديبي إتنو رئيسة الشرف لنساء الحركة الوطنية للإنقاذ قالت بأن المرأة الشادية أصبحت مثلا يحتزى به في الصاحة السياسية الأمين العام النائب للحركة الوطنية للإنقاذ زكريا محمد صالح أبان خلال خطابه بدور المرأة الشادية ونضالها في الصاحة السياسية من أجل الوحدة والتعايش السلمي واصفا إياها برائدة السلام في البلاد كما تم تكريم بعض الشخصيات بشحادات تغديرية عرفانا لما قام به من عجل الحزب